طبعا كل أسرة أعرف بابنها طبيعته سماته الشخصية هل هو مدفع هل هو متقبل هل هو جفول هل هو خايف هل هو سمات العامة له يكون تعاملنا معه كمختصين وتوصياتنا له بدون شكل الخطوة الأولى هو التحقق من الموضوع أنا ما ألقي اتهامات قبل ما أتأكد أنه هذا الموضوع صحيح في ذكاء وحكمة فقط تكون عراض الأمراض نفسية يعني بعض أعراض القلق أو الاكتئاب أو بعض حالات الأرق يمكن تظهر مقاربة أو بعض حالات الفصامية يتصور الإنسان بعض المشاهد أو يسمع بعض الأصوات يعتقدون أنه متعاطي أو غيره ومريض نفسي لذلك بصيتنا دوما أنه تحقق من الموضوع وإذا اكتشفتم فيه تعاطي هنا ارجع للمختصين واستشاروا المختصين في المركز الوطني استشاروا في دماء هل يواجهوا؟ لا بدون شك في البداية ما نصح دوما بالمواجهة حتى أتأكد من موضوع واستشير مختص مثل مركز الوطني استشارة ابن دمان أو أي مختص في علاج الإدمان بشكل عام أشرح للحالة والظروف التي عندي وأخذ منها التوجيه ونصحها الأنسب لحالة ابني وضعه بشكل عام وضعه الأسري وضعه نفسي وطبيعته والمادة التي تعاطاها لأنه في بعض المواد يعني بعض الآباء يمكن يقع في خطر كبير جدا وهذه حالات أنه لما يدخل عليه الإنسان متعاطي شاب أو ابن يواجهه يواجه بطريقة مباشرة 2 لحظة تعاطي وشي نتيجة؟ نتيجة مثل بعض الحالات هذه الحالة مرت به طلع من البيت زعلان وطلع بالسيارة يسوق بتهور هو ما هو بوعية ولا بدهنة ولا يفكر وشي يسوي صدم وشل الرباعي والإنسان الآن يعني طول عمره مشرور والسببه يعني تقدير خاطئ وحب بطريقة خاطئة من الأب أو من الأم ترجمة نانسي قنقر